يعني من كلام إسلام به بنعتبر معرض الكتاب فرصة لدعم صناعة النشر اللي بتعاني من مشاكل كتيرة على مدار السنين العشرة الأخيرة سياكتك بتشوف التقاء النشرين من مختلف دول العالم في القاهرة إزاي؟ دحي أعتقد أنه إحنا المعرض السنة دي كمان فيه ما يقرب من الألف فعالية ثقافية تبقى موجودة 992 تعريبا أعتقد أنه طرح الملفات دي للنقاش خصوصا فيما يخص حول الملكية الفكرية فيما يخص مسارات دور النشر اللي موجودة في مصر أو في الدول العربية والدول الأجنبية أعتقد أنه إحنا ممكن مع مرور الوقت فيه أيام المعرض نوصل لصياغ واضحة لكن رحية أنه كلنا عارفين مشاكل دور النشر في مصر أغلب الناس بتتكلم على أنه أصلحنا فيه أجيال ما بتقراش لكن من الواضح في الفترات الأخيرة حتى وإن ما كنتش بتكلم عن أعداد كبيرة جدا أنه جزء كبير جدا من أغلب جمهور المعرض بيكون من الشباب والناس الصغارين جزء كبير جدا من الصراع اللي موجود ما بين دور النشر وما بين الكتاب والمؤلفين الكبار بيبقى هو استهداف الشباب في المقام الأول عشان كده ممكن تلاقي الرواية ليها رواج أكتر أدب الرعب ليه رواج أكتر فده ليه معنى أن أنت عندك سوق واعد سوق الواعد ده في دور نشر كتير جدا هاد بقى أنت اللهم إلا قلة قليلة كده أي دور نشر من دور النشر دي وإسأل أي كاتب بتعاون معاه هتلاقي فيه مليون مشكلة ومشكلة فيما خص حول ملكة الفكرية فيما خص توزيع الفلوس وتوزيع الأرباح فيما خص حقه المادي أو حقه المعنوي فيما خص الوعود الكتير جدا هتلاقيه في مكتبة كذا وبالتالي ما فيش حجم الانتشار الكبير اللي موجود أغلب دور النشر اللي موجودة وأنا آسفين بقول كده احنا متكلم عن كينات صغيرة جدا معمولة بجهود ذاتية في منها الحقيقة اللي بيشتغل بعبقرية وبشتغل بدراسات واضحة فيقدر يخرج لك منتج نهائي يخدم المجتمع ويخدم البلد لأن دور النشر الكبيرة في الغالب ما بتشتغلش كده مش أي حد يروح لها بكتاب فبتروح تطبعه بيبع عندها خطة واضحة هي شايفة ان الاتجاهات السنة دي ان احنا لازم نشتغل على محور تاريخي فبتدور على محور تاريخي مهم أغلب دور النشر اللي موجودة دلوقتي لأ بتشتغل بالمحبة زي ما بيقولوا فبالتالي احنا عندنا دور نشر صغيرة كينات صغيرة وعدة آه وعدة فيها ناس دلوقتي بيعندها خبرات كبيرة جدا في التعامل مع النشر وأنواع الكتب واستهداف القارئ واستهداف الشبا اه فيه امتى بقى كل ده يتحول إلى كيان كبير اعتقدنا احنا محتاجين سنين طويلة بس بإصرار واضح افبرين واضحة